السلام عليكم أشخبركم كانت منها تكونوا بخيروا في صحة وسلامة بما أن عيد الكبير قرب ضروري نحضروا الحامض مصير أو للحامض مرقد اللي كنحتاجه في عدة وصفات مغربية بحل تقليا بحل وجنة للحمد الدجاج للأسماك كي يجي رائع جدا كأنك عسلته بالدخل مع السل ورائع وفي الساعة كيوجد سنحضره بحل طريقة سهلة وبسيطة مع واحد الحيلة لتخليه لنا يوجد في الساعة بسم الله على بركتي الله هنا نحتاج الحامض على حسب الكمية اللي بغيته كان نغسله مزيان زوج حتى 3-3 مرات حتى كي يتغسل مزيان ومن بعد كان نقب عليه الماء اللي يكون طيب أو للماء مغلي مزيان نحاول أن نغطسه كامل ونحسب من 3 حتى 4 دقائق ما ندوزوله 4 دقائق صافي ونصفيوه من بعد ما نصفيوه كي يرجع رطب حالات الشكل ده بغد ندوزول طريقة تصبار هنا نحتاج الكمية للملحة وهذه نحتاج القراعي اللي عقمتهم من قبل هنا إلا كنتوا غدي تديروا الحامض ديلكم مدة طويلة من سنة حتى السنتين أم فوق فمن الأحسن أنكوا تعقموا القراعي باش هكا كي يبقى لكم مزيان مدة طويلة أما إلا كنتوا غدي تسهلكوا من 3 شهور حتى 6 شهور فمحتاش أنكوا تعقموهم فقط لغي القراعي تكون مقية موصولة مزيان وناشفة هنا كنشدتوا الحامض من بعد ما ندرنا له ذيك الطريقة في الأول وهذه الطريقة جربوها راخلي تخليه يوجد في الساعة في ظرف جوج الأسابيح 3 كي يكون واجد وهي اللي كتخليه يجي من الدخل للطب وكي يجي بحالي عصلته تماما كأنكوا عصلته نتمنى أنكوا تجربوها هالطريقة راني أعطيتها لبزر صديقة ديالي وجربوها واعتمدوها من بعد كان شدوا الحامضة كان حيدوا لهذيك الجناب أو لذيك شابوا مع الجناب وهنا كنقسموها أو لذيك ندروا فيها عملية زائد ما كانوا نوصلوش حسا للتحت يعني ما كان قسموهاش في النص فقط غير في الوسط كيف ما كنتشوفو ومن بعد كان ديروا فيها ملعقات الملح هنا ممكن أنكوا تديروا أقل الملعقة ولكن صدقوني رغمك يجيش مالح بزاف نهائيا لأن هذا الملح كتمشي في ذاك المال كي يطيف فيه سوف تشوفوا معي في أخير الفيديو ما سوف يطلق سوف نستمر هكذا طريقة واضحة وبسيطة وهالطريقة سوف تجعله في السكي كيفما ذكرت وسهلة ومضمونة مئة في المئة نقسمو عملية زائد ومن بعد نديروا ملعقة ديال الملح في الوسط ونحاول أن نسكي وعليها مزيان سوف نحطها جانبا هنا إلا كان عندكم الحامض مصير أو لا عفوا هنا إلا كان عندكم الحامض البلدي ذاك اللي صغير فاره كي يجي خطير خطير بزاف لأنها أصلا ذاك يكون فيه المبزاف وكي يجي لديد لكن هذا فأحسن إلا ما كانش فأنا هنا درتغي الحامض الحامض العادي الرومي لي كي يكون كبير من بعد نجيبوا القرعة ونحاولوا أننا ندخلوا مزيان ما نخليوش الفراغات بزاف بيناتهم باش ما كي يكونش الهاواء كنحاولوا ندخلوهم زيان ذاك الحامض نقدهم زيان وخد دي فورما ماشي مشكل المهم أننا ما نخليوش تسع بيناتهم بزاف هنا إلا كان عندكم دول قراء القبار ديال التصبار فهذو كي يكونوا أحسن غير هما كي يهزو كمية كثيرة كي يبقى لكم في الثلاجة واحد لمدة طويلة إلا كنتوا كذلك مهم القراءة على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب حتى شحال كتستهلكو هذا الحامض هذا في لادرتوا قراءة كبيرة وما كنتوش كتستهلكوه بزاف غضي سيزبق لكم وحد مود دفت لاجه حتى كي يخسر هناك نحاول ندخلوهم زيان يعني كوخي بصعوبة وليك مشي مشكل نحاول أننا ندخلوا مزيان طريقة سهلة و بسيطة نتمنى انكم تجربوه و تطيبوه في البيت لكم احسن من انكم تشريوه لان اللي كيتتباع كيكونوا فيه مواد حافظة و كيكون عندهم واحد المدة طويلة ما مهم ما كيكونش صحي فنتمنى انكم تجربوه في الدار ديالكم تحت اللي عمرها انها دارة الحمض مصير فتديروا بهذه الطريقة و رغدي نجح معها مليون في المئة و انا كنضمن لكم الطريقة لانني انا بعتمدها هذي سنين من بعد فاش كان عمرو القراعي كان جيبوهنا شوية ديال الخلف و حد القطن و نحاولو اننا نمسحوه مزيان ذاك الفم ديال القراءة ملدخل و مبرة لاننا ما نخليوش ديك الملحة و ما نخليوش ديك العاصر دي الحامض باش هكا كان ضمنو ان الحامض ديالنا ما غدش يخسر انا كنستهلك بزاف الحامض مصير و دي ما راه عندي على طول السنة اه كيعجبني بزاف طويجنات كيعجبني مع الجاج كيجي رائع بزاف اه نتمنى انك وتجربوه و اللي ما عمرها جربت كيف ما اذكرت تباع معي غل خطوات و غادي تنجح لها مليون في المئة و غادي تبعها و تشريه إنه حاجة اللي كتصيبها في البيت بدون مواد حافظة و بدون صوديوم بزاف فراها ماشي بحالي كتباع نهائيا هذا الصحي وعلي ديكم كيف ما اذكرت ممكن تنقصوا الكمية دي الملح غيره وراه ما كيجيش مالح و انا كنأكدها لكم وراه مدة طويلة يعني سنوات هذه و انا معتمد هالطريقة ما كيجيش مالح نهائيا لان ذاك الملوحار هكا تمشي في ذاك الماء من بعد غادي نصدوها مزيان حاولو انا ننظيروها مزيان باش ما يدخليش الهواء و باش ما تخسرش لينا فكا نستمرو هالطريقة كندير شوية دي الخل و نحاول انني نمسحها من مرة و من الدخل هالطريقة را كنضمن لكم مئة في المئة انه ما يدخلش لي هالهواء و ما غاديش ندير ديكم الفطريات و ما غاديش يخسر نهائيا حتى ولا يبقى عندكم حتى الخمس سنوات راها ما كيضيحش نهائيا صافي كنسدوه مزيان وهنا غادي نديروه في شي بلاكار لي بعيد على اليد في شي بلاكار لي ما كيدخلوش الضو و غادي نخليوه انا خدالي 17 يوم يعني ما وصلاش ثلاثة السيمانات ممكن يخد للكم ثلاثة السيمانات ممكن يخد غير زوج السيمانات على حسب من بعد ما ديس 17 اليوم كيف ما كاتشوفو باش نعرفوه انه وجد يعني كيت بدلو اللون و كان ذاك الكمية دي الماكات زيت طلع و كتحسو بذاك المابده كيتقال يعني ما كيبقاش خفيف ذاك العاصر دي الحامض ما كيبقاش خفيف يعني كتحسو بيه بحلي رجع بحلي عسل ما كتحسو بيه رجع بحلي عسل و حتى الملح ما بقاش كتبا نهائيا فهناك يكون واجد مهم على حساب كيف ما اذكرت ممكن جوز الاسابي حتى الثلاثة دي الاسابي راك يكون واجد اما يلا درتو كمية كتير و خليتو المدة طويلة فهذاك راك يرجع بحلي عسل تماما هنا كيفما كتشوف هاني حليت معاكم القراءة كيرجع بحلي هات الشكل هادا هادي نديرو معاكم هانا في شي طبع يصير وتشوفوا ملدخل كيفاش غادي يكون كيرجع رائع رائع بزاف اه ديرو كيفما اذكرت مع الطويجنات مع البقوليات ديرو معا اه مع الاصلطة لي كيكونوا صخونين ديرو معاي احاجة بغيتو هانتو ما كيفاش كيجي من الدخل كيجي بحلي عسلته رائع بزاف نتمنى انكو تجربوه ورا ما كياخدش الوقت بزاف ورا هاي الكبير مقالو والو نتمنى انكو تنوضو وتصايبوه اذاك المادية لو كيرجع معسل كيرجع بحلي عسل تماما كيرجع تقيل ممكن انكو تستغلوه تديروه في الجاج ممكن تكونو كاتشرملوه ممكن انكو تديروه معا صلاطات ويلما بغيتوه شو ممكن انكو تلوحوه شكرا لكم نتمنى انكو تجربوه تلقى ان شاء الله فيديو قادم خليتليكم الخير اشتركوا في القناة